موسيقى بالنسبة للمسرحية هي بتتكلم عن عاصم اللي خطف زهرة لانه بيحبها جدا ودي وعايز يفرض حبه عليها بالقوة في الاخر هي اللي بتخلي منه هو المخطوف وهي الخطفة يعني ودي بتعالج الموضوع على اكتر مستوى يعني ممكن نعبر بزهرة مصر اللي اتخطفت في يوم من الايام ورجعت تاني وممكن الخواجة اللي هو اللي انا بعمل دوره اللي هو الخواجة جون اللي هو علم القصار او تجر القصار ده المعادلة الموضوعي الطبيعي لنظرة الغرب للمصر اللي هو كل هم الغرب انه هم عايزين ياخدوا خير مصر مصرحات الحادثة كتابة ليني الرملي طبعا كاتب معروف وتعاملت قبل كده على المصرح بعملقة زي أستاذ أشرب عبدالباقي وأستاذ عبلا كامل وإخرجوا أستاذ عصام السيد في يعني احنا بالنسبة لنا التحدي شوية صعب لان الناس محفوظ في زهنها مصرحات الحادثة بناس عمالقة كبيرة يعني فاحنا اللي مجانا نشتغل على المصرحية كان بالنسبة لنا عايزين نبعد تماما عن المصرحية الأصلية وفي نفس الوقت الناس لما تيجي تتفرج ما تقولش يعني ليه عملتوها ليه بواس الصورة الحالة اللي في دماغنا النص مكتوب بشكل عبقاري وشكل فلسفي عميق جدا والدور يغري اي ممثل يعني اي ممثل يبقى حابب ان هو يلعب الدور ده هو دور طبعا انا لما بصيت عليه لقيت ان هو مستحيل يبقى شخص واحد لان هو فيه امفعالات متضربة كتير جدا مرة يتكلم بشكل بجد مرة يبقى بيهزر مرة يبقى خايف مرة يبقى بيخوف حاجات غير بعض خالص النين الرملي طبعا كاتب عظيم وانا تمنى ان احنا نكون وصلنا اللي هو عايز يقوله لكن احنا طورنا الموضوع اكتر يعني خلينا الموضوع يتطور بشكل السنة اللي احنا فيها او في الفترة اللي احنا فيها لان احنا في لغة شباب زي ما حضرتك عارف او الناس عارفة ان الشباب بقى بيتكلموا بشكل يعني غير زمان شوية فاحنا طورنا من الكلام لكن وجهة النظر طبعا واللي المفروض يتقال من المسرحية الحمد لله احنا يا رب نكون محققينه